وفي الفتاة، اما تفعلت facilitate احدها الس bhf عشان الهلقة النهارده خمس طرق من عالة تستخدمية ميكب قبل أن يشافه وخمس طرق من عالة بعد أن يشافه أول حاجة هنأخذ أي مسمى تتحدثون لو عندنا فاونديشن قرب ينتهي مدة صلحياته او باديلوشن او هايلايتر هنعمل ايه هنعمل ماكس بينهم عشان نطلع باديلوشن لايتر او هايلايتر للجسم انا هنا حطى باديلوشن اي نوع باديلوشن عندكو خلاص قرب ينتهي مدة صلحيات وعايزين نستفاد بيه وبرضو فاونديشن نفس اللون طبعا ما انتي هتستخدميه بتاع وشك يبقى اكيد هيبقى مناسب جدا لجسمك يعني لو عايزين ناندي برونزر شوية انا هعمل هنا حاجه ليه علاقه بالبرونزر وحطيت شوية هايلايتر انا كسرتهم كانوا عندي كسرتهم وهعمل ماكس بين الثلاثة بعد كيه يبصوا انا عملت حاجه كده برونزر شايفين لمعتها ولونها والتان بدايتها عايزين بقى نفتح اللون مش عايزينه يبقى برونزر يبقى نجيب هايلايتر فاتح يبقى كان عندنا ناخد منه حبة صغيرين تاني حاجه ممكن نقدر نستخدمها قبل ما تبقى اكسبايرد مسكرة الرموش ومسكرة الحواجب مسكرة الرموش ممكن استخدمها في الروتس للشعر يعني لو بيطلع شعره ابيض وانا شعري اسود اقدر استخدمها ومو في كمان مسكرة الرموش لونها بني ممكن استخدمها لو انا عندي وانا ما بقيتش استخدمها كانت طالعة موضع بشكل معين مسكرة الحواجب في منها الوان في منها البني لو نفترض ان عندنا اي واحدة منهم لو مناسبة على لون شعرنا ممكن برضو نستخدمها في الروتس الشعر ثالث حاجه اقدر استخدمها وان انا اعمل لون جديد للروج مفترض ان انا عندي الوان جبتها بالروج وما استخدمتها وخلاص قربت بقى اكسبايرد ممكن امكس منهم وعمل لون حلو قوي يعني مثلا ده لون انا بعندي بقى له كثير ومش بستخدمه قوي وده لون فاتح قوي ممكن يديني لون تحفة بس هل هفضل استخدمهم كده لا هنعملهم بطريقة نقدر نستخدمهم دائرة كتا على طول هاخد جزء من اللون الروج اللي انا يعني ما بستخدموش وبقيد ده شوف خلاص قرى بانتهي زي ومش هستخدمه تاني كله وابتدي احطه في معلقة وسخنه بولاها ونسياحهم بشكل بسيط كده ونماكس بينهم كويس كده نقدر نرجحها تاني فقلم الروج نسيبها لغاية لما تجمد او نحطه في اي علبة عندنا صغيرة فاضي بصر لون اخر حاجة بقى ال setting powder او finish powder اللي بيبقى فيها لمع بسيطة انا كان عندي highlighter فاتحين قوي حطتهم على powder transparent شفاف فاديتني لمعت finish powder الحلوة شايفين الخامس طرق اللي نقدر نستخدمه من الميكب بعد ما يبقى expired برضو مش هنرميه مع نقدر نستخدمه في طرق تاني اول حاجة الروج لو عندك روج ما تستخدمي كمانيكير انك تحطي فرشة على ضغفرك وبعد كد تستخدمي top code top code اللي هو بيبقى الفنش بتاع المانيكير عشان يتزيله شكل ويحافظ عليه ويحافظ على ثباته الثاني حاجة هنقدر نستخدمها هي ال eye shadow لو ال eye shadow بتاعك بقى expired تقدر يتحوليه بكل سهولة لمانيكير هنجيب لو انتي عندك باليت eye shadow اي لون انت بتحبيه وعايز تحوليه مانيكير ويحافظ عليه وسلام بقى لو كان عندك كمان eye shadow فيه شامري شوية لمعة تحطيهم max مع بعض وتحطيهم في ازازة transparent اللي هي المانيكير الشفاف اللي بيبقى واقي للمانيكير هنحطهم ونمكس مع بعض كويس قوي هادي لون خطير وسابق ثاني حاجة lip liner وقلمت العين اللي بتبقى expired وخلاص مش هنعمل بيها حاجة هنرميها لا ما ترميهاش ممكن تديها لولادك او ممكن انتي كمان تلوني بيها الوانها ثبتها وتحفى التونر لو عندك تونر وبقى expired وانتي مستعملتهوش ما كانتش عاجبك واضطرية تجيبتي واحد تاني التونر ده بيلمع الازاز بيخليه فلة اخر حاجة غسول الوش نفترض انتي جيبتي غسول الوش وما طلاش مناسب لبشرتك تماما وسبتي وخلاص بها expired هنرميه لا ممكن نخسل بيه الطرح بتاعيتنا ممكن نخسل بيه هدومنا اللي فيها ميكيب او هدومنا اللي مش تنظيفة بيخلي الهدوم برضو فلة يا رب تكون الحلقة النهاردة عجبتك وعرفتوا استخدموا الميكيب قبل ما يبقى expired وبعد ما بقى expired وترموش اي حاجة وتعملوها ريسايكل ولو عندكو اي استبصار سبو كومنت وانا هجاوب على كل اسألتكو موسيقى 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 موسيقى